ابراهيم ربما ذلك هو سؤال الأخير كيف تتوقعون في البرلمان الليبي ردت فاعل بعض الدول العربية إذا ما اضطرت القاهرة لتقديم الدعم العسكري المباشر إلى البرلمان وإلى الجيش الوطني الليبي لا شك أن مجلس النواب أخي الفاضل هو الجسم الشرعي المنتخف في ليبيا وهو الذي يعطي ثقة لحكومة وبالتالي مجلس النواب كلمته هي الكلمة النهائية وإذا نحن في مصر عندما نطلب تدخل من قوات المسلحة سيكون هذا القرار صادر عن مجلس النواب وفعلا مصر قوات الآن الحدود الليبية المصرية وتبعت لقاء سيد سيسي مع مشايخ وحكماء وعمد الليبيين في هذا الخطاب التاريخي وردوا عليه المشايخ الليبيين وقال لهم ستكونوا أنتم في مقدمة أو على ظهور هذه الدبابات والليات نحن عندما نشعب الخطر سننادي مصر لتدخل وبعدين في النهاية بكل نحن نطالب من زمان تفعيل دفاع المشترك العربي المشرك وهو السيسي في الواقع ينفذ هذه الاتفاقية الدفاع العربي المشرك ومن حقنا نحن نطالب كل من يدافع عنا كما طلب الغيش الشرعي اللي هو السيراج من تركيا بترسيم الخط البحري بيننا وبين تركيا في الوقت الذي تبعد بيننا وبين مسافات طويلة أكثر مسافة ليبيا مع مصر بين قبرص واليونان وبهذه المناسبة نحيي إيطاليا واليونان في اتفاقيتها الأخيرة وأيضا مشاركة مصر حتى هي في هذا البرنامج نحن عندما في مجلس النواب نشعب الخطر ولكن لازالت قوات المسلحة بقيادة المشيخ خليفة بالقسم حفتر الذي نحيي من خلال قناتكم لازال يقارع في الإرهاب ومتواجدين في السرط ومناطق اللي حواليها ويسعب على أردغان وعلى ميليشيات مصراتة وعلى مرتزقة التي ينادون بها ويدفعون لهم السوريين بالعملة الصعبة صعب عليهم أنهم يدخلوه هدفهم هو الاحتلال سرط لكي يسيطوا على منابع النفط وعلى المواني السدرة ورصنوف وبالتالي هذا مصدر ليبيين ليس بالمكان أشكرك سيد إبراهيم الزغيد أشكرك وأعتذر لمقاطعة تقليديق الوقت أشكرك شكرا جزيلا سيد إبراهيم الزغيد عضو مجلس النواب الليبي كنت معنا من بنغازي فشكرا لك